السلام عليكم ازايكم يا رب تكونوا بخير النهاردة هنفرز مع بعض الجزر انا هفرزه بكذا طريقة هتنفعنا كتير كمان في شهر رمضان الجزر طبعا فوائده عالية جدا فبنحاول ان احنا ندخله في اكلات كتير او نعمل به كذا حاجة فبحب ان انا احتفظ به في الفريزر بيقعد معي فترة طويلة بدأت كده ان انا جيب كمية كده من الجزر وبدأت ان انا قشرها اسهل طريقة في تأشير الجزر بتكون بمقشرة البطاطس هقشر كده كل كمية الجزر اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين هخسله وبعدين كده اول حاجة هبدأ اعملها هعمل مربط الجزر حلوة جدا وفيها قيمة غذائية كمان عالية انا هعمل مقدار بس كيلو باخد كده كمية الجزر وبقطعها كده قطعة صغيرة بعدين هحط على الكيلو اربع كبيات من الميا بعدين برفعها على النار لحد ما لقي الجزر يستوي خالص بس على نار كده هادية بعدين بدأت ان انا اجهز كده الجزر هعمله كده قطع صغيرة هعمله مكعبات صغيرة هستعمله كده ده في شربة الخضار هقطع كده كمية يعني كويسة كده منه بعدين هبدأ اعمل كده النوع التالت هبدأ ان انا عامله عصير بقطع كده كمية من الجزر بقطعها كده حلقات يعني اي تقطيع انا كده كده هسلقه بحطيت عليه مية وهسيبه برضو على النار لحد ما يتسلق بعد كده بدأت ان انا اقطع برضو الجزر كده هعمله شرايح او حلقات كده وده هستخدمه في شربة مثلا العتس باخد منه كده قطع او قطعتين يعني زي ما تحبي بعدين كده عملت هاخد جزء برضو من الجزر وهبدأ ان انا ابشوره كده بالمبشرة اه ده ممكن استعمله في الخلطات يعني مثلا زي تدبيلة السمك اه بتاخدي برضو شوية منه بتعمليه بيها بعدين اخر حاجة هبدأ اعملها هعمل مخل الجزر اه بس هعمل اتنين كيلو بدأت كده ااخد الجزر وهقطعه بالقطعة دي اه بتديله شكل لو حابة بتقطعه بالسكينة عادي اه بس القطعة دي بتديله شكل حلو هبدأ كده قطع كل الكمية اللي معاية دي كمية اتنين كيلو بحاول ان انا قطعه كده يكون وسط يعني ما يكونش رفايع قوي ولا يكون تخين هيبقى حلو جدا المخل كمان في رمضان قطعت كده كل الكمية اللي معاية هحط عليها لتر ونص من الميا وهحط عليها نص كبية من الملح وربع كبية من الخلف اه ودي كده عصرة لمون او لمونة اه وشوية من هريسة الشطة وبدأت كده حط الجزر في البرتمان اهم حاجة يكون البرتمان نضيف ومفهوش ميا بعدين هحط عليه خليط الميا دي اه ده كده لتر ونص على الاتنين كيلو جزر كده مزبوط بالزبط اهم حاجة ان الميا تكون مغطية المخلل وبعدين بحط كده رشة من الزيت بتحفظه وبعدين بقفل عليك كيسة وبقفله كده كويس اه وكده بيكون جاهز معايا هينفعنا كتير قوي في شهر رمضان كمان اه وكمان بتستعمليه بعد كده عشرة ايام بعدين بدأت كده ان انا عبي الجزر اللي انا قطعته او اللي انا بشرته اه في كيسة كده بحاول ان انا قبطتها ان انا ممكن لما اخد منها بكسر بس كده حتة وعبيت كمان الجزر اللي قطعته كده مكعبات صغيرة اه ده للخضار ممكن للخضار المشكل او شربة الخضار ودي كده مربط الجزر بعد ما سبتها تستوي على النار اه بعد ما سبت الجزر يستوي الاول على النار اه بدأت كده ان انا اضربه بالهند بلندر او ممكن برضو في الخلاط اه بنعمه كده خالص بعدين بضيف له نص كيلو من السكر اه على كيلو الجزر بعدين بضيف له كده ده مكعب من اللمون اه او ممكن عصرة لمونة او لمونة كاملة بعدين برفعه تاني على النار بس أهمها حاجة بتكون النار هادية جدا بعدين بسيبها كده لحد ما تتقل أكتر أول ما حس كده بالفقعات دي بتبقى كده خلاص قربت تدخل على السوا في الوقت ده بحط لها رشة من القرفة وده كده مقعب من قشر السفن دي أو ممكن برضو قشر البرتقان أنا بحتفظ به كده في مقعبات التلك بحتاجه في الكيكات أو في المربع بيبقى حلو جدا بيجد بيديها طعم حلو قوي وريحة كمان حلوة سبتك كده المربع لحد ما هيديت شوية بردت شوية لازم أعبيها في البرتقانات لما تبرد بيجد كيلو الجزر عمل كمية كويسة قوي من المربع بيجد حلو قوي وطعمها كمان حلو من رشة القرفة وقشر السفن دي عطاها طعم حلو قوي وكمان مغزية جدا دي كده الكمية اللي طلعت من المربع وكمان عملت كمان منها طبق كمان يعمل كمان برطمان يعني كمية كويسة قوي من كيلو بس الجزر بجد حلو قوي وطعمها كانت حفا بعدين كده جبت الجزر اللي انا حطيته على النار مع الميا ده هعمله عصير سبته على النار طبعا لحد ما لقيت الجزر استوى خالص بعدين ضربته كده بالهند بلندر برضو أو ممكن في الخلاط ده كده عصير الجزر هستعمله مع الممكن مع السفن دي أو ممكن مع البرتقان بطلع كيس كده من الجزر على كيس مثلا من برطقان بيبقى عصير جزر بالبرتقان حلو جدا أو ممكن برضو يبقى عصير جزر مع فراولة وبنجر عصير حلو قوي للمناعة وطعم الجزر مش بيبين بيبقى بس الفراولة طعمها طغي اكتر بيبقى عصير مفيد جدا كمان للاطفال وبكده عملت من الجزر كزا نوع عملت منه العصير وعملت منه المربع وعملت منه المخلل وعملت منه كده القطع للشربة وكمان قطع كبيرة لشربة العص والجزر المبشور للتوابل أو تدبيلة السمك عملنا كده الجزر بكذا طريقة بجد هينفعك قوي وهينفعك كمان في شهر رمضان اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى تكون الطرق اللي خزنا بيها الجزر تكون عجبتكم وتكونوا استفدتم منه وياريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد واسبكم في رعاية الله سلام عليكم اشتركوا في القناة